حسن الظلم بالله محاضرة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتأريخ الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف الهجرة ألقيت في مسجد الزغروري في مدينة تعز وإليكم المادة المذكورة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض رافع السماء وباسط الأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام نهنئكم بمثل هذه المجالس العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أنتم في هذا المجلس العظيم تتمتعون بهذه الفضائل نزول الشكينة وهو الإطمئنان والراحة التي لا يجدها الملوك وليجدها أصحاب الأموال والله جل وعلا خص بها أهل هذه المجالس لأنها مجالس عظيمة عنده سبحانه وتعالى إلا نزلت عليهم السكينة يخصك الله عز وجل بالإطمئنان والراحة والسعادة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة يدخلون في رحمة الله عز وجل فلا يقومون من هذا المجلس ولو مر بهم شخص وله حاجة دنيوية لا بد أن يدخل تحت هذه الرحمة وأن يخرج من هذا المجلس وينادي مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وشيتهم الرحمة وهل هناك أعظم من الرحمة الجميع الجميع يبحث عن رحمة الله سبحانه وتعالى وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أشرف خلق الله يدعو بعضهم بعضا يبحثون عن مجالس العلم وعن حلق الذكر فيحف بعضهم بعضا لا يبحثون عن مجالس التجار ولا عن مجالس الأمراء ولا الوزراء يبحثون عن مجالس العلم وعن حلق الذكر لترفع الأسماء إلى رب الأرض والسماء وهو أعلم من يعلم كيفهم فهو الذي لا تخفى عليه خافية ولكن هذا يدلك على مكانتهم العظيمة ومنزلتهم السامية عند الله سبحانه وتعالى وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا ذكر ثناء ومدح وعنوا يدل على أهمية العلم ومنزلة العلم عند الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يذكر التجار ولا الأمراء ولا يذكر أحدا إلا من كان على مثل هذه المجالس إخواني الكرام فضائل مجالس العلم كثيرة ونحن دائما وأبدا نحث أنفسنا ونحث إخواننا على هذه المجالس خاصة إذا حضرها أهل العلم وأنتم تتمتعون بزيارة العلماء ومشايخ العلم وطلاب العلم ألفينة بعد الأخرى وأعطيكم فائدة تشد لها الرحال من عالم من علماء الصحابة جالس النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم في بيته وجعل حبه جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبه من الإيمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوجه نصيحة لمن أراد النجاح في الدنيا والآخرة لمن أراد الفوز من الفتن في الدنيا والآخرة قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا تكون عجلا مذايع بذرا هذه ثلاث نصائح لا تكون عجلا خلق الإنسان من عجل لا تستعجل في أيام الفتن ولا تستعجل في حياتك فالسائق إذا استعجل أودى بنفسه وبمن معه إلى الهلاك والرجل إذا استعجل والرجل إذا استعجل بالطلاق يتم أولاده وأرمل زوجته وفرق أسرته في الاستعجال بكلمة وهكذا الاستعجال في الحكم على الآخرين عند حصول الفتن إن استطعت أن تكون آخر من يتكلم بالفتن فكن كذلك يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناجمين التأني والتؤده من صفات المؤمنين ومن الصفات التي يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون عجلا مذايق المذياء هو الذي ينشر الفتن ويروج للفتن كلما سمع أذاعه في الناس إذا جاءه أمر من أمن الأمة أو في خوف الأمة نشره لينشر الفساد ليفرق بين المسلمين ليشتد جمع الصالحين ولينشر فيهم الخوف والذعر قال علي رضي الله تعالى عنه لا تكون عجلا مذايق فرد الأمر إلى أهل العلم وهذا لتستفيد أن من سبقك في العلم أن تأخذ العلم منه الذي قد ترس الفتن وعاشر الفتن فعليل بن أبي طالب عاشر الفتن التي كانت في زمانه فخرج بنصائح عظيمة ثلاث نصائح لنا جميعا نستخدمها في جميع ما يقع فينا من الفتن والفتن لا تنتهي أبدا الفتن لا تنتهي أبدا كلما تأتي فتنة المؤمن يخاف على نفسه فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي والنجاة منها السكوت وحب اللسان وعدم الاستعجال قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذا من فضل الله وبرحمته بك أيها المؤمن يا أيها السني يا من تريد النجاح هذا من فضل الله عليك بهذه النصيحة العظيمة من رب الأرض والسماوات أنك إذا جاءك أمر من الأمن أو الخوف احفظ لسانك وصل لسانك ورد الأمر إلى أهله الثالثة بذر لا تكون عجلا مذائي بذر البذر هو الذي يبدر الشر هو الذي يكون مفتاحا للشر فدائما يبدر الشر في وسط المسلمين لا هم له ولا غم له إلا أن يبدر الشر في وسط الأمة كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ألا أخبركم بخيركم من شركم فسكت الصحابة فكرر الكلام الكلام مرتين أو ثلاث قال رجل بلى يا رسول الله قال خيركم من يرجى خيره هذا الذي يبدر الخير في الأمة ينقل الكلام بين الآخرين للإصلاح فيما بينهم إذا اختلف اثنان من إخوانه ينقل الكلام الطيب ويصلح بينهم والثاني قال وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وأعتذر للشيخ حسين بالإطالة فقد طلب مني ذلك فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفتح عليه من خجائن علمه وأن يشرح صدره وأن يشرح صدورنا للعمل بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله عز وجل كثيرا على نعمه وآلائه التي لا حصر لها ومن ذلك أن يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء في هذه الوجوه الطيبة المتوضئة إخواننا وأحبائنا في هذه المدينة وفي هذا المسجد المبارك القائم على الخير نحمد الله الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم فإنها من أعظم النعم وأجلها وقد سمعنا في مقدمة الشيخ عاصم حذره الله شيئا من فضل الزيارة في الله عز وجل فنسأله سبحانه أن يكتب لنا ولكم خير ما يكتبه للمتزاولين فيه إخواني الكرام نتحدث في هذا المقام عن عبادة من أعظم العبادات وطاعة من أجل الطاعات حرمها كثير من الناس وقصر فيها أعداد كبيرة من الناس ولا يسلم من التقصير فيها إلا القليل كما قال أهل العلم هذه العبادة هي حسن الظن بالله عز وجل فإن حسن الظن بالله جل وعلا من أجل العبادات وأفضلها وأعظمها وعليها مدار صلاح العبد وصلاح أحواله وصلاح علاقته بربه جل وعلا حسن الظن بالله جاء الحفث عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء التحذير من ضدها وهي سوء الظن وهو سوء الظن بالله فإن الله جل وعلا حذر منه وذم أهله ووصف به أعداءه من المشركين والمنافقين وأمثالهم الذين وصفهم بقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا أما المؤمن فشأنه أن يحسن الظن بربه جل وعلا في كل أموره وفي جميع أحواله قلبه محسن للظن بالله جل وعلا ولكن الشيطان يحاول إفساد قلب العبد في هذا الجانب ويحاول زرع سوء الظن في قلب العبد حتى يمسد عليه قاعته ويمسد عليه عبادته ويمسد عليه تعلقه بالله سبحانه وتعالى ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أكثر الناس عندهم سوء ظن بالله قال رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك لا يسلم من سوء الظن بالله ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن عرف الله وعرف أسماءه وصفاته ومعانيها وما تتضمنه أسماءه جل وعلا وعرف أيضا موجب حمده وحكمته في خلقه فهذا بإذن الله ينجو من سوء الظن بالله عباد الله إن حسن الظن بالله يجعل العبد متعلقا بالله في كل الأمور ويعيش عيشة سعيدة طيبة لأنه يعلم أن الخير كله بيد الله وما دام حسن الظن بالله موقنا لأن الله عز وجل عنده كل خير ومنه كل جميل فلا شك أن قلبه سيعيش في سعادة وفي راحة وفي طمأنينة أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله في حسن الظن في كتابه حسن الظن عن عبد الله من مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما أعطي عبد خيرا من حسن الظن بالله والذي لا إله غيره ما أعطي عبد حسن الظن بالله إلا رزق الخير كله ذلك أن الخير بيده سحي فابن أبي صعود رضي الله عنه يقسم بالله أنه ما أعطي أحد شيئا خيرا من حسن الظن بالله وأن العبد إذا رزق هذا الأمر فقد رزق الخير كله لأن إحسان الظن بالله سبب لوصول الخير إلى العبد فالخير كله بيده سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء خدير فالخير كله بيده فإذا أحسنت به الظن جاءك الخير بإذن الله عرفت معاني أسمائه جل وعلا عرفت معنى اسمه الرحمن الرحيم عرفت معنى اسمه القدوس عرفت معنى اسمه اللطيف وغير ذلك من الأسماء فأحسنت الظن به جل وعلا جاءك الخير ووصلك ما ترجو وأمنت مما تخاف يقول ربنا جل وعلا وأحسن إن الله يحب المرسنين قال سفيان الثوري رحمه الله وأحسن أي أحسن الظن بالله وإن كان مدلول الآية عام لكن سفيان رحمه الله فسرها بالمثال فسرها بفرد من أفراد المعاني التي تضمنتها هذه الآية وركز على هذا المعنى لما له من الأهمية العظيمة قال أحسن إن الله يحب المرسنين أي أحسن الظن بالله ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وفي الحديث الآخر وأنا معه إذا دعاني قال بعض أهل العلم المراد أن الله جل وعلا يعطي العبد ما ظنه بالله أنا عند ظن عبدي بي ويفسر هذا الحديث الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله إن ظن بي خيرا فله الخير وإن ظن بي شرا فله الشر فمن أحسن ظنه بالله عز وجل ورجى منه الخير جاءه الخير ووصله ما يرجو من الخير ومن ظن بالله السوء أحدق به السوء ونزل به السوء كما تقدم في الآية في قول الله عز وجل الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء يدور عليهم السوء وينزل لهم السوء لسوء ظنهم بالله جل وعلا والمراد بكسر الظن بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن العبد في ربه كل خير ويؤمن منه قبول طاعته وعبادته ويؤمن منه حصول الرزق ووصوله إليه ويؤمن منه كشف الفرف ورفع الضيق ورفع البلاء الذي يحل به فإذا نزل به أمر أحدق به شر أحاط به سوء أحسن ظنه بالله جل وعلا ورجى تشفى ذلك البلاء عنه لأنه حسن الظن بالله جل وعلا وسيأتيه ظنه الذي ظنه بربه جل وعلا كما سمعنا في الحديث أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني وفي حديث جابر عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جاء عند ابن أبي الدنيا في رواية قال فإن خوما أرداهم سوء ظنهم بالله وقرأ قول الله عز وجل وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم كانوا سيئ الظن بالله كانوا سيئ الظن بالله فأرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل في جهنم في نار جهنم بسوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى وهكذا إبراهيم عليه السلام خاطب قومه قائلا لهم أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أي ما ظنكم كما قاله كثير من الممسرين ما ظنكم بالله إذا لاقيتموه وأنتم سيئ الظن به ما ظنكم أن يعمل بكم وأن يجازيكم إذا لاقيتموه وأنتم كذلك ويمكن حمل الآية أيضا على معنى آخر فما ظنكم برب العالمين أي أظننتم عجزة عن إيصال الخير إليكم حتى عبدتم من دونه كما فسرها العلامة السعدي رحمه الله قال فما ظنكم برب العالمين أي ما ظنكم من النقص به سبحانه حتى عبدتم غيره أتظنون أنه لا ينصركم أتظنون أنه لا يرزبكم أتظنون أنه لا يوصل إليكم الخير ولا يدفع عنكم الضر ولا يكسب عنكم البلاء ولا يصرب عنكم السوء حتى صرفتم عبادتكم لغيره وعنّقتم قلوبكم بغيره فما ظنكم برب العالمين إذا أحسن العبد ظنه بالله تراه في كل ملمة وفي كل شدة وفي كل نازلة أول ما يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى ويطرق بابه ويرجو خيره ويسأله من فضله ويستدفع به البلاء والشر عبادة الله إن حسن الظن بالله مطلوب في كل أحوال العبد وفي جميع حياته طول حياته ينبغي أن يكون حسن الظن بربه سبحانه وتعالى ويتأكد حسن الظن بالله جل وعلا في مواطن فمن تلك المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله إذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة فإنه يحسن الظن بربه أن يتقبل منه عملا بعد أن يجتهد في إحسان العمل وفي أداء الطاعة والعبادة على الوجه الذي أراده الله عز وجل منه يرجو مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتقبل عملا ويحسن الظن بربه أن يجزيه ويثيب على هذه الطاعة والعبادة وقد جاء عند البزار من حديد أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الظن من حسن العبادة إن حسن الظن من حسن العبادة حسنه العلامة الألباني رحمه الله وفسر الخطابي رحمه الله هذا الحديث بما حاصله قال المراد أن العبد إذا أحسن العمل أحسن ظنه بالله جل وعلا أن يتقبل منه فكان حسن ظنه من كمال عبادته وتمامها فإنه عمل العبادة كما أراد الله عز وجل منه وأداها كما أراد الله عز وجل منه اجتهد في إرسان العبادة وإكمالها وإتمامها على الوجه المطلوب وأحسن ظنه بالله جل وعلا أن يتقبل العمل الذي عمله وأن يثيبه على تلك الطاعة إن حسن العبادة إن حسن الظن من حسن العبادة وفسره آخرون من أهل العلم بغير ذلك لكن هذا الذي يناسب هذا المعنى أن العبد يحسن العبادة ويحسن ظنه بالله جل وعلا أن يتقبل منه عمله أما إذا أساء العمل إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة لا يطمئن في ركوع ولا في سجود ولا يتم ركنا من الأركان أو يخل ببعض الأركان التي الإخلال بها مطل للصلاة ومع ذلك يرجو أن يتقبل منه ذلك العمل كيف يتقبل منه عمل لم يصلحه ولم يحسنه ولم يؤديه كما أراد الله عز وجل منه فلابد إذا أراد العبد أن يتقبل منه العمل أن يؤديه على الوجه الذي شرعه الله وأداه رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج هدوا عني مناسككم فهو الأسوة والقدوة في الأعمال نتأسى به في أعمالنا فمن تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وحاول أن يعمل كما عمل بعد ذلك يحسن ضده بالله أن يتقبل منه العبادة وأن يتيبه عليها وهذا من أعظم المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والموطن الثاني إذا عمل الإنسان بعض الذنوب والمعاصي وقع في بعض الآثام ندم على ذلك تاب إلى الله عز وجل رجع من ذنوبه فإنه يحسن الظن بربه أن يتقبل منه هذه التوبة من ذنوبه ومعاصيه يقول ربنا جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أي من تاب لا يقنط لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب واستغفر كما دلت عليه الآيات الأخرى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا الله جل وعلا يخاطب المسرفين المغفرين للذنوب والمعاصي أن يحسنوا ظنهم بالله وأن لا يقنطوا من رحمته جل وعلا إذا أقبلوا وأناموا ورجعوا إلى الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعقو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله جل وعلا يقبل من عباده توبتهم إذا صدقوا فيها وحققوا شرطها قبيل الله عز وجل منهم مهما كانت ذنوبهم ومهما بلغت معاصيهم وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي فالله جل وعلا يتوب على من تاب ويقبل على من أقبل عليه ورجع وأنام فتب إلى الله من ذنوبك ومعاصيك وأحسن الظن به جل وعلا ولا تقلق من رحمته أحسن الظن به وهو جل وعلا لا يغد تائما ولا يخيب آملا والموطن الثالث مما يتأكد فيه فسن الظن بالله سبحانه وتعالى الدعاء عند الدعاء إذا دعا العبد ربه جل وعلا في أي أمر من أموره ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة يؤمن بالله ويرجوه ويحسن ظنه به أن يستجيب دعاءه وأن يحقق رجاءه وبالحديث الذي تقدم ذكره يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل لأنه قال أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا دعاني وأنا معه إذا دعاني إذا دعا العبد ربه جل وعلا وأحسن الظن به سبحانه أنه يقبل دعاءه ويستجيب له الله جل وعلا عند ظن عبده به وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صالعه هكذا أثر البيت عن بعض المتقدمين وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صالعه يقول أدعو الله وأنا حسن الظن به حتى من حسن الظن به جل وعلا كأني أرى تحقق الإجابة ووصول المقطوم أمام ناظري وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صالعه وفي حديث أنس رضي الله عنه عند الترمدي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ورجوتني وهذا الرجاء هو حسن الظن بالله هو حسن الظن بالله ذاته كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يرجو ما عند الله من الخير محسناً يضنى به إنك ما دعوتني ورجوتني فقرن بين الدعاء والرجاء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت له فالعب إذا دعا ربه في أي أمر من الأمور فليحسن الظن به ولا يدعوه وهو يائس من الاستجابة فإن هذا سوء ظن وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة إن الله لا يستجيب من قلب غافل الله أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة هذا اليقين هو حسن الظن برب العالمين فإذا دعوت الله يا عبد الله في أي أمر لا تدعوه وأنت متردد أو يائس من الاستجابة فإن هذا قد يكون من موانع قبول الدعاء لكن ادعو الله وأنت على يقين وتعلم أن الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض وله الملك كله وخزائنهما الآلات ضيبها نفقه ولو وقف العباد جميعهم في صعيد واحد أولهم وآخرهم وإسهم وجنهم وسأل كل واحد مسألته مهما كانت ومهما بلغت وأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى شيء فأنت تدعو الغني الكريم الكريم الوهاب فلماذا تتردد في حصول مطلوبك حقق أسباب الإجابة وأمل بالله خيرا وأحسن به ظنّا واعلم أن دعاءك سيحقق قد يتأخر تتأخر إجابة الدعاء لكن الدعاء إن كان لا إثم فيه وتحققت الشروط وانتفت الموانع فهو مستجاب لا شك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له إلا استجاب الله له ما من مسلم نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له فإما أن يعجل له ما سأل وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها وإما أن يدخر له ذلك إلى يوم البيان ستنال إحدى ثلاث إما أن يعطيك الله سؤلك وطلبك وإما أن يدفع عنك من السوء بمبدال ما سألت أو أكثر وإما أن يدخرها لك إلى يوم أن تأحوج ما تكون إلى تلك الدعوة إلى يوم القيامة قال بعض السلف إن الداعي يوم القيامة ممن لم تستجب دعوته في الدنيا يتمنى أن الله عز وجل ما استجاب له دعوة لما يرى من ثواب الدعاء يتمنى يوم القيامة وهو يرى الدعوات التي أخر الله له ذخرها إلى يوم القيامة يتمنى أنه ما استجبت له في الدنيا دعوة لما رأى من عظيم الدخر الذي جعله الله له في ذلك اليوم وقد يتأخر قد يستجيب الله لك في الدنيا لكن يتأخر تتأخر الإجابة ليبتلي الله صبرك ويمتحن صبرك أو لحكمة أرادها الله جل وعلا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا يا رسول الله كيف يعجل قال يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجبه وهذا من سوء الظلم وإلا فالمؤمن لا يأس دعا ثم دعا ثم دعا ثم دعا ونازال قلبه راجيا ما عند الله محسنا ظنه به سبحانه وتعالى منتظر متى تتحقق إجابة دعوته ذكر الحبيب بن رجب رحمه الله عن أحد السلف أنه قال إن لي حاجة أدعو الله بها منذ أربعين سنة منذ أربعين سنة لم تحصل وما يأست قال وما يأست يقول ما يأس وهو يدعو أربعين سنة لذلك الأمر وهو ينتظر الإجابة هذا هو حسن الظلم بالله سبحانه وتعالى ولعل الله عز وجل قد أعطاه في علم الغيب من دفع السوء أو مما اتدخر له إلى يوم انتيامة بتلك الدعوات أمور عظيمة لكن يقصد في حسب الظاهر بالأمر الذي يدعو به نعم فهذا الموطن من أعظم المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله عند نزول الشدائف وحلول المصائب واشتداد الكرب في هذه المواطن يتأكد حسن الظن بالله ويزداد تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى إن نزل به مرض لجأ إلى الله إن نزل به فقر لجأ إلى الله إن نزلت به قربة أو شدة لجأ إلى الله وهو محسن نظن به لأن الإنسان عند حسول المضايق والشدائف أول ما يفزع إلى من يؤمل فيه تشمل قربة ورفع المحنة وإزالة البلاء فإذا رأيت الإنسان أول ما يفزع عند حلول أي ملمة أو نزول أي مصيبة به إلى الله فاعلم أنه حسن الظن بالله وإذا رأيته يستعمل الدعاء آخر ما يكون فهذا عنده قصور في حسن الظن بالله قال بعض السلف استعمل لكل بلية أو شدة تنزل بك حسن الظن بالله فإن ذلك أقرب إلى الفرج فإن ذلك أقرب إلى الفرج نزل بك مرض علق قلبك بالله سل الله أن يكشف عنك الظر وأن يرفع عنك هذا البلاء وأحسن الظن به واعلم أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى لكن بعض الناس أول ما ينزل به المرض يفكر من هو الطبيب الماهر الذي متخصص في هذا المرض لا مانع أن تذهب إلى الأطباء لكن الخلل هنا أنه ما فكر بالله ولا لجأ إلى الله ولا دع الله علق قلبه بذلك المخلوق وبذلك الإنسان لكن أحسن الظن بالله وادعوا الله وعمل بالأسباب اذهب إلى الطبيب وتعالج وخذ منه الدواء واستعمل الدواء وأنت معلق قلبك بالله محسن بالطباء تعلم أن الشفاء بيده كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيه وهكذا نزل فيك فقر فاقة إلجأ أولا إلى الله وعمل بالأسباب التي تستدفع بها هذه الفاقة وهذا الفقر الذي حل بك لكن أولا أنزل حاجتك بالله والجأ إليه وسله من فضله فالله جل وعلا يقول واسأل الله من فضله وفي حديد بن مسعود رضي الله عنه عند التربدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس جعلها بالناس ما علق قلبه من الله ولا نجأ إلى الله من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشق الله له برزق عاجل أو آجل علم أن الخير كله بيد الله وهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء فلجأ إلى الله وأنزل فاقته بالله وعلق قلبه به سبحانه عمل بالأسباب نعم عمل بالأسباب التي شرعها الله لكن قلبه كله مقبر على الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله عز وجل إن كتب له الخير فسيأتيه وإن لم يكتب له فلا يمكن أن يأتيه ولو طرق أبواب الخلق أجمع من حديث حديث من عباس رضي الله عنه وعلم أن الأمة لو اجتمع لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وهكذا نزلت بك شدة ضائقة كربة ضيق إلجأ إلى الله إلجأ إلى الله أنزل به شدتك فنرع بين يديه أظهر له حاجتك وفقرك إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد واعلم أن الله عز وجل سيكشف عنك القربة ولا بد ذكر الله عز وجل في قصة التلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة خلفوا عن غزوة تبوه ذكر عنهم حالا عجبا لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خمسين يوما بلغ بهم الضيق مبلغا عظيما وصبه الله جل وعلا بقوله وعد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبا أي الأرض على رحبتها وسعدها صارت عليهم ضيقة شديدة الضيق وأعجب من هذا قال وضاقت عليهم أنفسهم حتى أنفسهم صاروا في ضيق منه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبا وضاقت عليهم أنفسهم فالذي حصل قال وظلوا ألا ملجأ من الله إلا إليه هذا هو حسن الظن بالله أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه لا مفرج لهذه الضائقة ولا رابع لهذا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وهم كانوا محسنين الظن بالله وإنما المراد زادت زاد هذا الأمر وزاد هذا التعلق بالله أكثر وأكثر فعندها جاء الفرج وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الضواب رحيم فما أعظم حسن الظن بالله هؤلاء الصحابة الكرام هؤلاء الثلاثة وصل بهم الحال إلى ما سبعتم قوي حسن ظنهم بالله جل وعلا فجاءهم الفرج فكلما فكلما عظم حسن الظن بالله عند العبد قرب الفرج وارتفعت الشدة غلبك دين تكاثرت عليك الديون والهموم والغموم أحسن ظنك بالله وأنزل دينك به سبحانه وتعالى واعلم إنها ستفرج النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا أمامة رضي الله عنه يكثر الجلوس في المسجد ورأى عليه أثر الهم فقال سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا أبا أمامة تكثر الجلوس في المسجد قال يا رسول الله هموم غلبتني وديون فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك دعاء إذا قلت قضى الله عنك دينك وأذهب عنك همك وغمك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل جاء في بعض الرواد إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبل والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أي قل هذا الدعاء وكرر متوجها إلى الله محسنا ظنك به مؤملا أن يعطيك ففعل قال ففعلت ذلك فقضى الله ديني وفرج همي وغمي ويقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يذكر وصية أبيه له لما نزل به الموت فقال افعل كذا وكذا وكذا وقضي الديون قال فإذا غلبك شيء من الدين أو عجزت عنه فقل يا مو فاصنع عليه بمولاي فاصنع عليه بمولاي قال فظللت أفكر من مولاي أقول بنفسي من مولا قال ثم قلت يا أبي من مولاك قال الله عز وجل قال فلما مات وقام لقضاء ديونه قال فوالله ما وقعت في شيء من دين أو عجزت عنه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير قال فيقضى فيقضى الدين أي يتيسر فيقضي الدين كان رضي الله عنه الحسن الظن بربه انظر كيف قال لولده فإذا غذبك منه شيء أو عجز عنه فاستع عليه بمولاي استع عليه بمولاي وهو على يقين أن الله عز وجل لن يخيب لن يخيب ظنه ولن يخيب سعيه ففعل ابنه ذلك فأدى الله عز وجل عنه ويسر قضاء بينه وطضل من أمواده شم كثير قسم بين ورثته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهكذا من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله ونختم بهذا فقد طالبنا المقام من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله يتأكد بشدة عند نزول الموت فهذا الموطن يودع به العبد هذه الحياة وهو مقبل على حياة أخرى ما عرفها ولا ألفها مقبل على جزاء أعماله التي عملها في هذه الحياة فيحتاج أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ويؤمل فيه كل خير ويؤمل مغفرة مغفرة ذنوبه في حديث جابر الذي سبق عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل موت يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عند نزول الموت العبد مقبل على جزاء أعماله فيحسن الظن بربه لا يجزع ولا يتسخر ولا يسئ بالله ظن ما بقي ما بقي معه مجال بالرزوع إلى الحياة ما بقي إلا أن يحسن الظن بالله ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يستحبون تلقين العبد محاسن عمله عند نزول الموت ليحسن ظنه بربه وفي أثر ابن عباس رضي الله عنه قال إذا رأيتم الرجل قد نزل به الموت فحسنوا عنده الظن بربه سبحانه وتعالى وإذا رأيتموه في حال الحياة فخوفوه بالله وحذروه عذابا أو كما قال رضي الله تعالى عنه وجاء عند الإمام أحمد وغيره أن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه سمع أو سأل عن أبي الأسود الجرشي يزيد من الأسود رحمه الله أنه بالسياء أي بالموت فأمر قائدا يقوده إليه ليزوره وكان واثلة أعمى فلما دخل قال قربوني منه فقربوه حتى وضعوا يده في يده وهو يعاني السكرات فقال خصلة أسألك عنها واثلة يقول لأبي الأسود الجرشي رضي الله عنه رحمه الله خصلة أسألك عنها كيف ظنك بربه فقال ظني به حسن وفي دواية أنه أشار برأسه أي ظني بالله حسن فكبر واثلة رضي الله عنه وقال الله أكبر إني سمعت النبي صلى الله وعلى عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء فكان في هذا الموطن يتأكد حسن الظن بالله وفي حديث أنس أيضا حسنه العلامة الألبان رحمه الله أن النبي صلى الله وعلى عليه وسلم دخل على شاب وهو في السكرات فقال له كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في عبد في هذا الموطن أو مجتمعتا في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف لأنه قال أرجو الله فهذا هو حسن الظن به سبحانه وتعالى وأخاف ذنوبي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مجتمعتا أي هاتان الخسرتان في عبد في هذا الموطن في سكرات الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف فيستحب للعبد ويتأكد عليه حسن الظن بالله عز وجل في هذا الموطن وعلى من حضر أيضا عند الميت أن يلقنه محاسن عمله وأن يذكره بما يحسن ظنه بربه جل وعلا حتى يحسن ظنه به سبحانه فيرجى له خاتمة الخير بإذن الله أحسن الظن برب لم يزل دائما الإحسان برا لم يمل من غدت أعماؤه في دا وراء جملا ترقل في إثر جمل وسع العالم فضلا وجدا واسع الإحسان ضرا وسع العالم ضرا مجتمل وإذا لم تحسن الظن به فبمن تحسن إن خطم نزل وإذا لم ترجه من ترتجي وإذا لم تسألنه من تسل فالتطب نفسا عليه وله مثل أعلى ولسنا والأجل فحسن الظن بالله عبادة جليلة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتعود عليها وأن يجاهد نفسه على القيام بها وعلى تربية نفسه عليها وذلك كما مر معنا في كلام الإمام بن القيم لمعرفة أسماء الله وصفاته ومعانيها فإن هذا مما يزرع في قلب العرب حسن الظن بالله وينميه في قلبه ويزيده فيه من عرف معاني أسماء الله وصفاته وهذا باب عظيم من أبواب العلم بل أجل أبواب العلم أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى إذا عرف معاني أسمائه جل وعلا كما ينبغي أحسن الظن به وعظمه ورجاه وخافه وعظمه ووصل به الحال إلى كل خير بإذن الله جل وعلا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء المسنى وصفاته العلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ من واصينا للبر والتقوى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدين ووالدهم وجميع المسلمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى لي وصح في أجمعين ومعذرة على الإطالة